السلام عليكم طلابنا العزاء اليوم راح ناخد وياكم ان شاء الله المحاضرة الاخرى لمادة الطبيعيات للفصل الثالث وان شاء الله راح اكمل وياك الامثلة المهمة جدا بالاسئلة الوزارية طلابنا اليوم ناخد مثال وزارة مهم شوف الملف شي يقول ملف يتألف من 800 لفة يعني من اجع المعطيات يا شباب انتبه شوف المعطيات مهمة لنا شو تقول المعطيات لو تجي تباوع للسؤال اولا عدد اللفات يساوي النشقية طبعا 800 شوف يا حبيبي ممكن نقول بالجواب 8 في 10 أس 200 لاحظ الجواب مالنا ليش لان اهنايا عدد الاسفارة اليوم الثمانية اثنين كذلك لفة متقاربة جدا يمر فيها تيار لاحظ دي يمر التيار اذن التيار ارمز له اي شوف اش قد منطيني 6 ملي امبير استاذ هاي بالملي طبعا بالملي المن احولها للانبير يعني راح اجيب كل هدوء 6 في 10 سالب 3 بعد جواب مالك كذلك جد معامل الحد الذاتي اذا انده يطلب معامل الحد الذاتي من هو الال وبعد اذا كان الفيض باع قال لي فيض شوف هاي العبارة تبع عليها الفيض ايش قدل تقيبته شوف بالجواب يعني الفاي انطاك هنايا 3 في 10 سالب 8 وحدة قياسنا الويبر شوف هاي المعطيات السؤال الاريد من الطالب ينتبع عليها يعني مهم جدا ننتبع على طريقة الجواب شوف نجي لصيغة الجواب آن وياك شوف شو راح نجاوب السؤال شوف قيمة الجواب الجواب راح يكون عندنا بهالطريقة من المطلوب عندك بالسؤال استاذ طلب من عندك معامل الحد الذاتي يا قانون انطبقه قانون معامل الحد الذاتي ال يساوي باوع الانوين بالباست فيه شوف القانون دائما الان بالباست دلتا فاي حبيبي ايه تمام علي مان على دلتا اي يعني يقول عدد اللفات في الفيض المغناطي ساعة التيار يلا خلنجوا نطبق الال راح يساوي لنا الان عبارة عن ثمانية في عشرة والست نين في الفيض ثلاثة في عشرة سالب ثمانية والتيار جقيل ستة في عشرة سالب ثلاثة يلا شباب اجل الار شوف من نجا تطبق المعلومات الستة ممكن نختصر هوية ثلاثة هنا واحد وهنا جقيل اثنين وكذلك ممكن اختصر لك الثنين بها واحد والثمانية جقيل الساد بها اربعة هاي الاربعة لاحظ فيه ضع يمك من الرقم الشبير الثنين والثمانية طبعا الثمانية راح اقول لها عشرة سالب شنوه ستة شوف عشرة سالب ستة بقى بالباست والمقام شقيلت عشرة سالب ثلاثة اذا صعدنا الاس من المقام للباسيسية موجب ثلاثة لاحظة هنا من الرقم الشبير الثلاثة طبعا الستة راح اقول لك سالب شقيل ثلاثة ممكن اقول له ملي هناري بوع ممكن شي قل له ملي هناري هذا تقدر جابه ايج؟ لا استاد لحش اقول له لاحظة هنا استاد هذا ممكن انقول له هناري بوع الاتش شوف حتى تتبع على طريقة الاجوبة اذا هذا ممكن انقول له هناري بالعربي ممكن انتبعه بالانجليزي زيان اذا ريد احوله للملي هناري اذكر كل من اللي مضربة في عشرة سالب ثلاثة ايه والله ممكن انقول اربعة ملي هناري ممكن اخل بهالطريقة وممكن اعوفها بالطريقة الاولى وبهذا كمل المثال وانتقلوا اياك الى مثال اخر لاحظ المثال الاخر يقول ملف عدد لفاته الف يعني هنا نجي للمعطيات ونركز على المعطيات اللي بالسؤال الان انطاني الف لاحظوا شباب الالف ايش هسوه هنا واحد في عشرة كم صفر ثلاثة سالب لاحظة جواب كذلك يجي هنا يا الطالب يباوة ومعامل حده الذاتي ضاعش طلبت يعني هنا يا الال قتلة خمسة ملي هناري زيان تعال خل نجي نباوة هاي الخمسة ممكن ننزلها ونضربها في عشرة سالب ثلاثة المن قاعدة حول للهناري طبعا كذلك انساب فيه تيار مقدار التيار طبعا الاي يساوي لأربعة امبير احسب الفيض المغناطي هذا الفاي مجهول وبعد كذلك يريد القوة الدافعة الكهربائية الاندكشن مجهولة وبعد شوف هنا الطالب راح يوقع بهاي العبارة يقول اذا تغير التيار من اربعة امبير الى صفر امبير يعني هنا من يتغير التيار شلون معناها لا تنسي الدلتا فاي خلي ببالك هاي المعلومة بس قلي يتغير التيار شوف اقول التيار الثاني ناقص التيار الاول لاحظ من اجه اقول لك الاربعة اطرحها من الصفر ايش قد بقى الجواب اربعة الساد هذا التيار همطلع اربعة حبيبي هو هذا التيار نفس هذا التيار لاحظ خلال الزمن يعني ما كدع يجي كتب للطالب هذا ما كدع الطالب يجي كتب بالسؤال يعني هاي المعلومة ما كدع يجي كتب ها ليش لأن التيار اصلا موجود بالسؤال هذا معامل الحد شوف وهنا عدد اللفات وهنا يفيض وهنا القوة الدافع الكهربائية زين وبعش سوي الطال الزمن حبيبي الزمن شي سوي صفر فوينت اثنين ممكن نجي نقول اثنين في عشر سالب واحد خلني اجي طبق شي يريد من السؤال رح يريد منك الفيض والقوة الدافع الكهربائية لازم انا اجي اضاوة انا عدة ثلاث قوانين استاذ القانون الاول اذكرك به القوة الدافع الكهربائية شي يريد ان سالب ان دلتا فاي على دلتا تي استاذ ما عندك الفيض مجهول زين القانون اذا مساحة وكثافة شوف له يجي الطالب الفيض لا بمساحة ولا كثافة بقى بس القانون الثالث من هو القانون الثالث خلني اجي للجواب شوف الجواب شي يكون يقول معامل الحدث الذاتي ان بوع في دلتا فاي على دلتا اي شوف شباب الان اش قد مطيني بالسؤال اقول لك الال موجود عندي خد اجي الطبق اي سات خمسة في عشرة سالب ثلاثة راح نعوض شوف نعوض بالال الان لو نجي بباو علي اش قد قيمته واحد في عشرة قس ثلاثة والفيض مجهول زين واته ياري اش قد سات اربعة شوف شي قول حاصل ضرب الطرفين في وسطين يلا شباب خلني نجي بباو علي هاي المعلومة اشلون نتعلم الطرفين في الوسطين شوف اتعلم هذا مقامك واحد شوف شريد منك الفيض ينزل الفيض يساوي اذا انا يم مجهول يم الفيض هذا المجهول وهذا شي سمونا مضروب وين ينزل بالمقام لاحظ اجرح هنزل بالمقام اقول لو واحد فيه عشرة والس ثلاثة تمام اضرب الاربعة فيه خمسة استاذ عشرين فيه عشرة سالب ثلاثة شوف الجواب ما انا لو يجي الطالبي يباوع مجهول طلعنا المقام نزلنا اضربنا الاربعة فيه عشرة سالب ثلاثة شوف الجواب ما لك يكمل للفيض هنا لو تجي تلاحظ العشرين اريت اثنين فيه عشرة أس واحد فيه عشرة سالب ثلاثة كل على واحد فيه عشرة أس ثلاثة تمام هذا السالب وهنا موجب السادش قد يبقى الجواب اقول لها دلتا فاي لاحظ الثنين تنزل والعشرة ينزل لاحظ من الشبير الواحد والثلاثة طبعا الواحد والثلاثة طبعا قل ثلاثة سالب الثنين على واحد فيه عشرة أس جقل ثلاثة اذا صعدنا من المقام للبص شوف اجاء اقول لك الثنين شنو تنزل وهنا يصير سالب يصعد يعني فيه عشرة سالب خمسة ويبار لاحظ استطلع الفيض منو بقى عندك الجواب دون نجي اللاحظ ايضا اريد القوة الدافع الكهربائية الاندكشن شوف سالب اين في دلتا في على دلتا يا دلتا تي حبيبي شوف من نجي نكمل انا وياك بالمعلومة ايضا راح نطبق القوة الدافع الكهربائية طلاب شوف راح نجي نكمله هنا وياك المعلومة الاخرى لاحظ حبيبي نقول السالب الان اش قد قيمتي كتبنا قلنا واحد في عشرة قصة جقال لو تجي تلاحظ قصة ثلاثة في الفيض عدنا جقال اثنين في عشرة سالب خمسة ايضا لو نجي للزمن اش قد قيمته اثنين في عشرة سالب واحد لاحظ شباب راح نجي ممكن نشوف الثنين ويا من تنحدف طبعا ويا الثنين منو بقى عدنا بالجواب لاحظ يا حبيبي عدك عشرة بوع هذا السالب واحد العشرة والثلاثة والعشرة سالب خمسة شوف عشرة والثلاثة في عشرة سالب خمسة كله على عشرة سالب اش قد واحد منو تشوبيه الثلاثة للخمسة طبعا اقول لك سالب اثنين كله على عشرة سالب واحد منيصحد من المقام للبسط راح يصير لك موجب واحد يعني في عشرة اش قد بقى سالب واحد أقدر أرجع مرتبة وأقدر أعوف هنا يعني أقدر أقول له سالب هاي مرتبة صفر لاحظ الله كمنا هذا المثال وأنتقل أيضا إياك إلى مثال آخر شوف هذا المثال آخر كل السهل إن شاء الله عليكم لاحظ هذا السؤال أيضا يقول نجي للمعطيات شوف شبيه المعطيات لو يجي الطالب يبعو عليها أستاذي المعطيات مهمة بالسؤال شوف شي تقول المعطيات يقول ما عدد اللفات يعني الآن أستاذ مجهول الواجب توفرها لتوليد القوة الدافعة يعني الاندكشن اشقد الطاب السؤال منطاني عشرة بولت كذلك في ملف متحرق داخل مجال مغناطيسي أستاذ الفيض لو يجي الطالب يبعو اشقد منطيني خمسة في عشرة سالب ثلاثة الملاحظة هنا ويبر على ثانية شوف انتبه هنا ثانية استاذ يريد ثانية واحدة معناه من هو هذا الزمن اش قد يساوي انه واحد لا تلسى هاي الثانية شي يمثلك طبعا رح يمثلك انتبه على كلمة الثانية اتمثل الزمن على متعرفها اذا عدك الجواب رح يكون القوة الدافعة الكهربائية يقول الجواب ناقص ان في دلتا فاي على دلتا تي القوة الدافعة الكهربائية لو نجي نلاحظة انا اياك اش قد قيمة منطيني عشرة طبعا اعوض سالب اين هاي قدامك نزلت الفيض اش قد منطيني يا حبيبي خمسة في عشرة سالب ثلاثة زين ويزا من اش قد استاذ واحد ايضا طرفين في وساطين لاحظ هنا اش قد المقام واحد من اجي اسحب سالب اين صار موجب لاحظ وهذا المشول وين نزله كله بالمقام لا تنسى استاذ شوف اجي اقول لك خمسة في عشرة سالب اثنين كله على شقيت استاذ على عشرة شوف جبت العشرة بالباس هسه من اجي اختصر اياك العشرة على خمسة احنا يا سالب العب في ثلاثة احنا ايضا ثلاثة شوف اجي قد بيها استاذ اثنين من اصاعد من المقام للباس يعني راح اقول لك اثنين في حشرة اجي قد ثلاثة يعني عدد الاصفار اجي قد هنا هذا لو يجي الطالب يباو على هذا المثال شوف المثال الاخير وزارة مهم شوف شوف شون نجي نتعامل به يقول نجي ايضا للمعطيات يقول بالمعطيات ملف عدد لفاتة يعني الان يساوي ست بيت لفات يعني لو تجي اللاحظ هنا عدد اللفات راح اجي اقول لك ستة في حشرة يقول تولد فيه فيضا يعني طال الفيض اش قد تقيمة الفيض راح اقول لك ثلاثة في حشرة سالب اربعة ويبار على سكن وبعد بواسطة التيار متغير قلنا كلمة متغير انتبه يعني دلتا اي عبارة عن اي تو ناقص الاي وان شوف التيار الثاني منه ثلاثة ناقص صفر استاذ ثلاثة ناقص صفر اش قد جواب ندل تاي تقل استاذ يساوي ثلاثة هذا التيار كذلك بالنسبة خلال ثلاثة الزمن مالك ثلاثة في حشرة شوف سالب اش قد سالب ثلاثة سكن شيري طلباته معامل الحد الذاتي اقول لالال وبعد شيري من عندي ايضا القوة الدافعة الكهربائية تمام شوف من اجعل الجواب نجي جواب سهل جدا اول شي شرائد من يمك معامل الحد الذاتي شنو قانونك ال يساوي ان دلتا فاي على دلتا اهل ضاوة حبيب اجل احطبق هذا القانون لك اقول لك ال ال شي ساوي جرخط اشقاد الان ستة في عشرة وستة مين الفيض مالتك اشقاد حبيبي لو يجي يباوع ثلاثة ست في عشرة صالب اشقاد اربعة والتيار اشقاد حبيبي ثلاثة شوف اجي من اختصر الاختصارات مهمة الثلاثة وياما الثلاثة راحت البص والمقام بقى ستة فيه هنا يموجب اثنين وسالب اربعة من الشبير طبعا الاربعة انزل اشارته ويجي قد فرق في اناتهم اثنين وحدة قياسك هنا لاحظ هذا الطلب الاول حققنا تعال تعال الطلب الثاني يريد من عندك القوة الدافع الكهربائية الاندكشن شوف قاعد اطبق القانون سالب ان دلتا في على دلتا تي انتبع على القانون شوف اجا اكمل الجواب السالب ينزل الان لو اجا اباوع لاش قل قيمت الان يا حبيبي تقل الستة في عشرة والس اش قل اثنين والفيض عندنا ثلاثة في عشرة والسالب اربعة زين بقى الزمن اش قل حبيبي ثلاثة في عشرة السالب ثلاثة يلا خلنا اختصران وياك ونخلص المسألة ثلاثة ويا ثلاثة الثلاثة خلص اتبقى سالب ستة اهنا يا من الشبير طبعا الاربعة لاحظ اجا قل لها في عشرة سالب اثنين وهنا عندك عشرة سالب ثلاثة حبيبي اذا صعد سالب ثلاثة للبسط شوف شي سي السالب ينزل الستة تنزل اهنا من صعد سالب صار تعد الاشارة موجه بشقل ثلاثة تمام من الاكبر الثلاثة للاثنين طبعا الثلاثة في عشرة سالب واحد يعني الجواب ممكن يقول سالب ستين يعني هذا يزيد الاسفارة وحدة قياس بوط تمام شفاب العزاء وبهذا كملت وياكم اليوم الفصل الثالث وان شاء الله راح التقوياكم بالفصل الرابع للمحاضرة القادمة وتحيات اشتركوا في القناة